اهلا بيك في الفيديو ده خليك تطلع الالوان احترافية جدا في الادوب بيرامير اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا بص يا صديقي اول حاجة انا بحب اشتغل على الميتر سكوب لان دوت لما انا يكون مصور رو الموضوع بيبقى جميل قوي في ان انا بلون كل حاجة على مزاجي بس انا الفيديو ده مش مصور الرو والالوانة هي متشبه عوصلة 100 والسفر الفيديوهات الرو هبعمل لها فيديو لوحده بيوريك تلونها من السفر لحد ما تلون اخر اللهم فيها بس احنا دلوقتي هنشتغل في الفيديو اللي عندنا هنروح على كلمة color ومن color هنروح على اول اختيار معانا وهو البيزيك كوريتش وهنتكع على الفيديو بتاعنا اللي هنبدأ نعدل فيه وهنبدأ نزبط كل حاجة جاية حسب الفيديو ما تيمشيش زي يعني ما تعملش زي عشان تطلع الكواليتي زي لأ انت بشرح لكل حاجة بتعمل ايه وبتبدأ تزبطها حسب الفيديو بتاعك وده بيبدأ يلعب في الالوان الزرق او انا مثلا الفيديو عندي ميل للاصفر انا عايز شبه اللون الاصفر فاروح علي لا انا مثلا بحب اللون الازرق ليه مريح للعصاب ومريح للعين كده انا عندي موف كتير قوي في الفيديو فاحنا ممكن نميل على الاخدر نميل على الاخدر بس بشكل غير ملحوظ تمام بعد كده نروح هنا هنلعب في الاضاقة هنا الموضوح السقوي فاحنا ممكن نقلل الاضاقة سيكا انا بحب اقلل الاضاقة دايما في منظم فيديوهاتي بحس الاضاقة الخاصة كده مريح للعصاب هنا نسبة الاضوح حدنا لا انا بحب اقلل نسبة الاضوح خليها مثلا اتنوش الهايلايت بتاعنا بقى نعلي فيه ندي بقى ايه؟ هايلايت ندي ايه؟ هايلايت بحيث ان السوفت بوكس او الاضاقة اللي انا حضيتها بشكل عمودي على الوش يظهر معاية اياه نروح على الشادو بحب اقلل الشادو جدا عشان تفاصيل الفيديو تبان معاية اياه قدلي كده يا شادو بس كده انا قللت الشادو بعد كده الويت الحاجات اللي بيضل في اله بحب اقلل الويت فبيدي نسبة اللي هو ايه؟ اوفويت كده بيعمل ايه؟ الحاجات اللي هي الويت قوي ومنورة قوي بيخليها ايه؟ اوفويت بعد كده على البلاك الاسود بحب ازود البلاك لان بيخليه اي حاجة سودة بيخليها زي اسود مط يعني شفت اللون الاسود مط مسلا بتاع العربيات انا مسلا ما زود الاسود هنا هو بيميل على الاسود المط جاء الستوريشن مش تشبه الالوان بتاعنا نشبه حسيكة متزودش قوي وما تقليلش قوي تروح للابي دولي سود لأ انت بتزبطها انا اخليها مية وعشر ايه اصلاها مية انا اخليها مية وعشر مية وعشر مية وعشر في الحدود دي خلصنا من اول نقطة نروح على تاني نقطة وهي الكرياتيب بوس يا معلم هنزبط الشارب بتاعنا مش نخليه قوي لان الحاجات الشارب قوي بتبقى غير مريحة لين تماما بعد كده لدينا الحاجات دي بتخلي الصورة بتبقى فيها تفاصيل اكتر انا بحكي هنا نزبطه ونزبط التنت بتاعنا وهنا بتزبط مثلا انا عندي في الشادو اه ممكن اخليه مثلا الازرق ونحية الموف الازرق ونحية الموف كده واحسن حاجة في النص الصراحة يعني يعني انت حتى لو ميلتها بس هو حسب الفيديوهات بما بتبقى فيها الوان انا خليتها ميلة للموف الازرق السيكة يعني مش قوي وابدى اتحكم في الموض وابدى في الشادو لا عشان يبقى الاتنين يبقى احنا ايه الليها 3.8 والليلايت بتاعنا نخليه في النص احسن حاجة كده هنروح على اهم حاجة وهي الكيربس الكيربس بتاعنا اللي يعرف يتحكم فيها هيطلع فيديوهات في حت ثاني خلص اهم كيربس عندنا وهي الوايت الوايت دوت مدى تشبيع اللون الابيض في الصورة اعتبارها الانورة اعتبارها الانورة اللي في الصورة كلما الفيديو يبقى منور كلما الالوان تبقى واضحة باختصار كده مش عادة اشرح لك طريقة اكاديمية لان موضوع الانورة ده فيه ناس اصلا متاخد فيه كورسات فباختصار شديد بيقول لك كلما تزود انارة كلما يحصل ايه كلما الالوان تبقى احسن وبينة معاك بص يا صديقي انت لما الفيديو يبقى عندك مفهوش انارة او متصور روح هتلاقي شفتي الالوان هنا الالوان اللي في الصورة هنا معاك زهرة هتلاقي كلها متجمع في النص هنا معدتش السبعين فانت بعد كده في الروب تفضل تزبط الالوان وتزبط الانورة بتاعتك لحد ما توصل للمية وهنا توصل للسفر فاحنا مثلا احنا ممكن نلعب ايه في شوية انارة احنا نمسك هنا ده بالنسبة للشادو بتاعنا ده هنا الشادو انا حابب اقلله الصراحة انا اقلله الفوق تمام وهنا الهايلايت بتاعنا او الجز زايرة انا اقلله برضو انا اقلله بس مش هنقلله قوي هننزل تاني ايه سن الفيديو ايه ما يبصش معنا احنا اقللناه شوية بس هو في العادي بيبقى محتاج يزيد بس انا عشان زايد قوي فقللته شوية عشان عيني ترتاح انت بتزبط كل الحاجات دي حسب احتياج الفيديو اللي عندك بعد كده هنروح على الكالر ويلز هنا بقى بت الحاجات الناس اللي شطر قوي في عجلة الالوان هتعرف تطلع الوان في حتة تانية هتختار مسلا الشادو بتاعنا انا الشادو بتاعي ازرق وموف ممكن اميله هنا وابدأ اتحكم فيه زي ما انا عايز تمام سهو هنا الاستيعاب بتاعه وحش مش احسن حاجة وهنا الميت بوينت الميت بوينت هنخليها في النص زي ما هي ونعدل حاجات بسيطة والهاي لايت بتاعنا او الجزء بتاعي بيبقى فيه زي لون اصفر اهوت هنقلل شوية الاصفر فاحمر زبطها بس كده وكده احنا خلصنا تعالى نشوف الفرق بس الفرق فين؟ كما بين السماء والارض حرفيا الفرق يعني واضح جدا اتمنى انك تكون استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانا بقدم كورس كامل للأدوبي بريمير وبشرح كل حاجة فيه بالتفصيل من تحت السفر للإحتراف ياريت تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية متنساش تعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي احب اختم الفيديو بتاعي كلمة لا اله الا الله